أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتماما شديدا بصناعة السيارات في مصر مؤكدا هرصه على متابعة هذا الملف ودعم الجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وفرق العمل الأخرى جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع مسؤول مجموعة سيتلانتس للسيارات لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خطط الشركة للتوسع في تصنيع السيارات في مصر بخلاف مشروعاتهم القائمة في مصر حاليا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع